السلام عليكم مرحبا بكم من جديد أتمنى أن تكونوا بصحة وبعافية وعلى أحسن الأحوال بإذن الله اشتقت لكم واشتقت الحديث معكم وباش تعرفوا بلي المدة الغياب تاعي كان طويلة هذا الصوت هذا راني نعاود فيه ربما لثالث أو رابع مرة وانا نعاود نسجل الصوت وفي كل مرة نقول آه لم يعجبني ربما لأنه توقفت عن التصوير لمدفع في كل مرة نحس بلي أنه كلامي ملعثم وما يوصلش المهم نحن حاول من شاء الله هذه المرة تكون مليحة إذن فقط حبيت نقول لكم بلي راني هنا مع أنه غبت عليكم مدة طويلة مدة حوالي ثلاث أسابيع على الأقل وربما أو أكتر أتأسف على هذه الغياب كنت منشغلة نوعا ما مع العطلة الصيفية كنت نقول أوه رايح يكون عندي وقت كتر نعمل فيديوهات كتر لكن مع الأسف إن شغلت بأشغل منزليات تنظيف مبعجة عندي بنت خالي في زيارة هي وبناتها مضاوا معنا مدة يعني عدة أيام مضينا فيها وقت جميل جدا خصصناه للعائلة أكتر شي والآن راني رجعت لكم بالروتينات العادية إذن اليوم فقط جولة قصيرة ربما ليست بالقصيرة دوك تشوفوا الفيديو مازاله طويل في الحديقة فقط نوري لكم الأزهار اللي غرسناها هادو الكالة هاد دعوين بدأت تظهر ما زال ما تظهرش فقط رايح بداية الأزهار راح بدأت تطيل كما يقولوا كما تعرفوا هادو ما غرستهم متأخرين في الموسم غرستهم في ربما منتصف شهر جوان لذلك فهي متأخرة في الإزهار نفس الشي هنا في الحديقة الخلفية تتذكروا هاد المنطقة اللي في الرابع نغرس فيها أزهار تيليب والنرجس وفي فصل الصيف نوضع فيها الأضاليا وضفت لها هاد السنة الزينيا هاي زينيا بدأت تتفتح الأزهار تحى هادوين يعني ما زال ما تشكلتش بأزهار جميلة لأنه عادة زينيا يعني تعطي منظر جميل وكأنها باقات وباقات من الأزهار لكن راهي في البداية تحى ولكن أعتقد أنه مع الوقت رايحة تمتلي أكثر الأضاليا نفس الشي كبرت لكن ما زال ما بدتش الإزهار تحى كما راهي تشفو راهي متزجت مع بعض راهي تشفو هنا بداية يعني تكون الأزهار لكنها لم تتفتح بعد هذا هو إذن هذا هو لما نغرسهم متأخرين نتحصلوا عن الأزهار متأخرين لكن لا بأس ما زال الصيف ما زال عندنا شهر تعالعطلة يعني أقل من شهر نوعا ما الوقت يجري بزاف وإن شاء الله نتمتعوا بالأيام اللي بقات ونكونوا فقط بخير وبصحة وبعافية بإذن الله جميعا راني نحط لكم فيديو آخر عن يعني صورته كل شيء مازل فقط أني نسجل الصوت التاعي عليه خاص بالعناية بنبات الفيكوس بن جمينا والإكثار التاعو إلى آخره إذن هذا إن شاء الله بإذن الله نحاول نكمله في أقرب فرصة ونحطه لكم في القناة أتمنى أنه يفيدكم وإذا عندكم طلبات يعني فيديوهات خاصة بنباتات معينة فمعلكم غير تكتبوها لي في صندوق الوصف وسأحاول أن ألبي طلبتكم على حسب قدرتي طبعا لأنه إذا ما كانش عندي معلومات عن النبات فربما لا أستطيع أن تكلم عنه لأنه نحب الفيديوهات اللي نحطها تكون فيديوهات عن النبات يعني كان عندي واعتنيت به ونشارككم تجربتي معاه لأنه هذا أعتقد أنه أحسن نتيجة لأنه المعلومات ممكن أي واحد يبحث في الإنترنت أو في الكتب ويلقى المعلومات لكن التجربة هي اللي أحيانا تعطينا معلومات أكتر عن العناية بالنباتات لا أعرف إذا تشاركون أنا الرأي أو لا أتمنى أنه يعني تقولوا لي رأيكم في هذا الموضوع خاصة أنه نباتات كما تعرفوا العناية تختلف حسب المنطقة حسب المناخ تعلم ما كان ينعيشوا فيه حسب إذا كان نبات مزروع في الأرض أو مزروع في الإصيس داخل البيت أو خارج البيت فلذلك لازم ناخده كل هاد الأمور بعين الاحتبار هادو نباتات دوار الشمس هادوين بدت تتكون أيضا لم تظهر بعد كي موقتكم حديقتي متأخرة شوية نوعا ما وهنا يا أزهر البيتونيا الجميلة وبعض ثمار الفراولة فراولة هادي اللي أيضا كانت في سبات واستفاقت متأخرة نوعا ما رأي بدت تعطيني بعض الثمار الفراولة صغيرة لكنها طيبة يعني لما تنتج في الحديقة الواحد يعرف بأنه خالية من المبيدات وخالية من الأمور التي توضع عليها فأحسن أحسن من لا شيء هذه هي أترككم تواصلون هاد الجولة مع الأزهار تاع الحديقة القرطاسيال النوع الثاني بداية تفتح دوك تشوفوها معايا والنوع الأول شفتوا تتذكروا لما تفتحت كانت أزهرها بيضاء الآن تتحول إلى اللون الأخضر وتبقى هكا حتى نهاية الموسم ومبعد الجف طبعا لما يقترب فصل الشتاء إذن وهذه اللي كانت ما زال ما تفتحتش هذه راهي بدأت تفتح أزهرها تبدأ أيضا باللون الأبيض لكن هذه تحلول لونها إلى اللون الوردي من بعد على عكس الأخرى اللي تتحول إلى الأخضر إذن هذه تغيرات يعني تحدث حسب الجو وحسب العمر تاع الزهرة إذن كل ما الزهرة كانت أكبر في العمر يتحول لونها هذه هي إذن نخليكم توصلوا هذه الجولة القصيرة في الحديقة أشكركم على المتابعة أه قبل ما نخليكم أنا وضعت لكم بالأمس يعني بوست منشور على قناة هي قناة أيام من حياتي فإذا كان ما تسنت لكم شو الفرصة تتعرفوا على هذه القناة فنوضع لكم الرابط التحى أيضا في صندوق الوصف ودعوكم إلى زيارتها فهي قناة جميلة جدا والله صاحبة القناة إنسانة طيبة رائعة أعتبرها أخت في الله وعندها يعني فيديوهات بسيطة حياة البسيطة حياة الطبيعة يعني من غير التكلفة من غير يعني القناعة بما أعطاه الله لنا يعني أتمنى أنكم تروحوا تلقيوا النظر عليها ولأعجبتكم الفيديوهات التحى أنكم تدعموها بالاشتراك وبالإعجاب فيديوهاتها هذه هي أشكركم على المتابعة أترككم تواصلون الجولة في الحديقة ونلتقي في الفيديوهات القادمة بإذن الله السلام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة